السلام عليكم ورحمة الله اخواني الافاضل حياكم الله نحن اليوم الجمعة من نوفمبر الفين وثمنتاش وهذا حديثي المباشر اليكم عبر تعليقي او برنامج الذي اسميناه رأيي في ما يحدث ابتداء اريد ان اعتذر لي اخواني وهم بالالاف ممن رأيي راصل فيها ولم استطيع الرد عليهم راني نرد تقريبا على ربع المراسلات كلما يكون عندي قليل من الوقت سرني ان نرد على من يراصلني وحاول ان نرد على اكبر عدد ممكن من اخواني واخواتي لكن للأسف الوقت لم يعد يسعفني اطلاقا وما شاء الله الرسائل الآن تزداد واكثر بكثير يعني الآن ربما بيصل المعدل اليومي اكثر من 400 رسالة هذا على الفيسبوك فقط دون حساب المواقع الاخرى والاجهزة الاخرى الى اخرها اريد ايضا واعتمنى لا يتم قطع الانترنت على الجزائريين فكان سبق وانقالوا لاخوان كثيرين من انهم عندما نكون في اللايف يا اما تكون الانترنت ضعيفة جدا يضعفها لهم وحيانا تنقطع لكن الحقيقة ما حبيش نقولها يعني قلت ربما يعني ربما عند الناس معينين ربما ما حبيش لا غايت انه عرفت واشترا امس مع امير فانهم ايضا في الوقت اللي كان في اللايف كانوا قطعوا الانترنت على عدد لبس به يعني فاتمنى ان لا يقومون بهذا بالرغم اني لا استبعد اي شيء من هذه العصابات التي تحكمونا اصبحوا يقوموا بعمليات تبين انهم مرعوبين بعض التصرفات بعض الاشياء تشعرك انهم بالفعل يتملكهم الرعب يترجى انه الاسبوع الماضي الغاو البطولة الوطنية هذا نابع من انهم لم يعودوا متأكدين من شيء نهيك عن الصراعات والخصومات لبيناتهم وكل واحد يتربس بالاخر وكل واحد خايف من الاخر فالجميع وكأنه وضع بالحقيقة نحن نعيش نهاية مرحلة لكن دعوني قبل ان استمر في هذا الحديث انا وضعت صورة مع تقديمي لكم هذا اللايف بالمناسبة اتمنى ان تقولوا لي اذا كان فيه مشكلة في الصوت لان اذا كان فيه مشكلة على الارجح رح يكون عند البعض اخوان اللي يضعفوهم الانترنت فالتالي الصورة تصبح ضعيفة والصوت يصبح ضعيف لكن اذا كان بالنسبة للناس اللي يرون في اوروبا عندهم مشكلة في الصوت وربما يكون من عندي قلت قبل ان قد ابدأ الحديث على النقطتين اساسيتين اللي اذكرتهم لكم في المقدمة في الاعلان وديت ان ابدأ بالتذكير باحد شهداء هذه البلاد يعني باحد عظماء هذه البلاد اللي للأسف ما يعرفوش جزائريين كثير ما يعرفوش بالرغم من ان لديه موقف يعني سيظل راسخ في التاريخ الى ما بقيت هذه الدنيا وما بقي هذا الوطن الاخ هذا الشهيد رحمه الله ووضعت صورته قبل قليل مع الاعلان عن اللايف وكان هناك من تسائل من هو هذا طبعا بعض الشباب ردوا عليه عليهم قالوا انه هذا هو الشهيد ابراهيم زدور وهو ابن طيب المهاجي طيب المهاجي كان احد علماء وهران علماء الدين علماء الاسلام وابراهيم ابنه الشهيد كان كاتب بين اول نوفمبر اصدقكم القول اني لم اعرف هذه المعلومة الا بعد ما اتجاوز 30 سنة ونتيجة لابحاث خاصة بمعنى اني في الفترة اللي ادرس فيها السبعينات الابتدائي والمتواصد والثمانينات الثانوي ثم حتى الجامعي لم نسمع عليه وانا متأكد ان ملايين الجزائريين لم يسمعوا عنه يوما مع انه كتب بيان في الحقيقة حينما تقرأه برغم اللغة البسيطة اللي كتبت به الا ان البيان ترجم بيان اول نوفمبر ترجم المجموعة مجموعة التسعة لقادة الثورة ستة في الداخل وثلاثة في الخارج ترجم افكارهم بشكل عجيب الى درجة ان هذا البيان لحد الان لو كان جو نعود ونبنه الدولة الجزائرية ما نلقوش افضل من هذا البيان نستندوا عليه يعني خاصة في النقاط الرئيسية فيه يتحدث على طبيعة الدولة الجزائرية يتحدث كيف تكون هذه الدولة في اي ايطار اجتماعية ديمقراطية في ايطار المبادل الاسلامية يحددها في اول شيء ثم يتحدث عن العلاقات مع الجيران عن البناء المغاربي عن التعاون عن اشياء كثيرة بيان ولا اروع اذا يا اخوان الكاتب هذا هو ابراهيم زدور وهو من مدينة وهران وهذا ربما بعض مرات الناس يتساءل ويقول لك لماذا ما فيش ناس كانوا من التسعة او الستة اللي قاموا بالثورة في الحقيقة من التسعة كان بنبلة وهو من الغرب والاهم من ذلك هو ان المجموعة اللي اقدمت على الثورة انا لماذا اقترمت هذه الفرصة لانا نعيش هذه الايام المباركة انت على الذكر الاربع وستين للثورة الجزائرية الجماعة اللي اقدمت على الثورة الجماعة الاثنين وعشرين كان فيها عدد من الغرب ثم هاهو كاتب البيان اخطر بيان واهم بيان في التاريخ الحديث للشعب الجزائري هو من وهران انا لا وريد ان ادخل في هذا لان يعرف بعض الناس هم مساكين يعني ينقصهم العلم وليس لا ومع ذلك فان الثورة صحيح تركزت في الشرق اكثر ما تركزت وهذا الاسباب التاريخية معروفة هو ان الكولونس تولوا على الاراضي الجميلة الممتعة في المنطقة الغربية وطردوا الجزائريين منها ولذلك ذهب الجزائريين منها الى مئات الالاف ذهبوا الى المغرب ومئات الالاف ذهبوا الى تشتتوا في الدول او غادروا المنطقة الغربية قهرا وقصرا عندما بدأ الاستعمار في او الطغيان في ابتداء من الثمانمائة وثلاثين ثم لان الامير عبدالقادر كان المعركة الرئيسية جارت في الغرب ونحن نعرف ان يعني معسكر وما جورها كانت هي العاصمة انتاعه هناك الاخره فتركيز الاستعمار الفرنسي فيما بعد الضرب وكسر المنطقة الغربية الى اقصى الحدود حتى لا تقوم لها قائمة ثم عنا ثورة بعمامة ايضا اللي هي كانت في منطقة الغرب الجنوبي ولاد سيد الشيخ البيض الى اخره فبرك بعض الناس اخواننا اتمنى ان يكون دايما عندهم ان كل الجزائريين شاركوا في الثورة بشكل او باخر كلهم بامكانياته وهناك جزائريين من شاركوا مع الاستعمار الفرنسي وان تظل الجزائر فرنسية وان حركة وخوانة وقياد وعدد كبير منهم اذا ليس المنطقة هي التي تحدد هل كنت ثائرا وكنت مجاهدا وكنت او كنت خائنا لا الخوانة من كل مناطق الجزائر والمجاهدين والشهداء من كل مناطق الجزائر كل حديث على المنطقة او على العرق او على هذا او على هذا راه فقط لتفرق شعب الجزائري ولهدم شعب الجزائري هذه المنطقة الشرقية لماذا كانت اكثر استعدادا لأسباب متعددة من اهمها وجود الجبال منطقة الشرقية منطقة الشرقية قصة الاوراس ومنطقة القبائل الى اخره تكثر فيها الجبال بشكل هائل والجبال بالنسبة للجزائريين حينما كان الاستعمار وكان الدمار حينما كان الاستعمار وكان الدمار الى اخره فان الجبال الجزائرية هي التي هي التي حمت الهاربين من الاستعصال الهاربين من المجازر الهاربين من القتل هناك بشعات قل لها نظير قل لها نظير اخدم عليه هذا وبشهادات القادة العسكريين الفرنسيين ومؤرخين فرنسيين ايضا هذه تقديمة فابراهيم زادور رحمه الله اعتقلت السلطات الاستعمارية الاجرامية في 6 نوفمبر يعني بعد 6 ايام على اندلاع الثورة او في اليوم السادس من اندلاع الثورة وتم تعذيبه عذاب شديد عذاب شديد عن ذاك عن طريق الديستي عذبته عذاب شديد وبعد اسبوع من التعذيب روميا في الحميز في العاصمة روميا وجد جثة هامدة وكان يومها عمره 31 سنة ابراهيم زادور من موليد فبراير 1923 وقتل في 6 نوفمبر 1954 كان من الاوائل المجاهدين اللي ألقي عليهم القبض واللي أعدموا بطريقة بشعة وليس هو الوحيد ولكن كان من الاوائل كان من الاوائل كان في الاسبوع الاول فرحم الله براهيم زادور واسكنوا فسيح جينانو وجعلنا ممن يلتحكون بالأحرار الشهداء يوم الرحيل وان شاء الله في كل اللايفات القادمة راح نضع صورة لأحد المجاهدين أو أحد الشهداء العظام وراح ندله تقديم صغير خاصة لمش معروفين كثير ندله تقديم صغير لعلنا نوصل قليل من من الحقيقة إلى الشعب الجزائري طبعاً الحال إخواني راكم تتابعوا وش راح يزوره في البلاد وراكم تشوفوا وش راح صير كانت الصورة تعبود فليقة وهو دينه للنقام الشهيد كم آلمتني الصورة تألمت أولاً للشخص شيخ كبير عجوز في وضع مزري وجهه يحطيك أنه مسكين يعني وكانه خرجه من الأقبر ثم ظهرت الآن أنه كانوا رابطينه مثل ما يربط الرضيع في اللابوسيت أو في الشريطة أو في سميها ما شئت لأنه بالتأكيد الرابط هذاك لأنه لا يتحكم في جسده ثم طلحت أنه أيضاً في كتفه الأيمن أو الأيصر لا تذكر وضعين له منتفخ الكتف بعدين نوضع الصورة إن شاء الله منتفخ الكتف دارين له ما يسمى بأنفيزيون يعني وأيضاً لبس شاشية هذا واضح أنه نوره يدير فلاشيموتيرابي كما يسموها العلاج الكيميائي بالسرطان ونحن نعرف أنه عنده سرطان من المعدة تخلع لجاله الفالدوغراس في 2005 وبقى هناك حوالي أسبوعين أو ثلاث لكن الصورة في حد ذاتها كانت مؤلمة ومؤلمة جداً للأسف خوتي اللي راكم تتابعوا في اللي راكم تقولوا راه ضعيف في الأنترنت هذا هو هذا هي بلاد العصابات ما لا نريد فيها أي شيء إذن قلت صورة تعابت فليقة في هذه كانت مؤلمة جداً يعني بغض النظر أنا نسيت كله أنه رئيس وأنه ماكر وفي خبث قل له نظير وفي سفاه قل لها نظير وكل شيء لكن الصورة في حد ذاتها كانت بشعة بشعة تعبر عن حالة الجزائر وراهي وصلت وتسأل نفسك كيفاش كيفاش لماذا يوصلون إلى هذا الوضع لماذا وسمعت قبل قليل سيدهم السعيد يقول لك يقول لك العهد الخامسة والانتخابة الرئيسة تحصيل حاصل ما عندناش فيها مشكلة راهوا رئيس ورح يبقى رئيس يا رئيس كيفاه ره رئيس كيفاه ره رئيس كيفاه عنده أكثر من ست سنوات وخمسة أشهر لم يخاطب شعبه كيفاه ره رئيس وهو في تلك الحالة هذا والدستور يعطيه صلاحية امبراطورية هو رئيس الجمهورية وهو رئيس مجلس الوزراء وهو وزير الدفاع وهو القضي الأول في البلاد وهو قائد لعلان الجيش وهو كذا وهو كذا ويعلن الحرب تخيلوا أنه واحد في وضع ابو تفليقة اللي راه فيه يقول لك يعلن الحرب يقدرش يلبس صباته يقولوا عليه يعلن الحرب ما يقدرش يشد روحه في في كرسي متحرك ويضطر أنهم يربطوه حتى لا يسقط لأنه لا يستطيع أن يتحكم في جسده يقول لك يعلن الحرب ويقول لك هو القائد لعل الجيش شفت المهازل هذه اللي وصلنا لها شفت المسخرة هذه اللي وصلنا لها طبعا هم يرهم ماشين فيما يسمونها العهد الخامسة ماشين وكأن وكأنهم لا يسمعون أنين الناس وكأنهم لا يسمعون احتجاجات المحتجين وكأنهم لا يسمعون غضب الغاضبين المتظاهرين الناس اللي اللي رهي تهرب والأسر كاملة تهرب على البحر وكأنهم لا يسمعون شيء منقطعين تماما منقطعين تماما عن الواقع عن الحقيقة منقطعين تماما لم يعد لهم أي صلة بالجزائر إلا نهب الجزائر يعيشوا في كلوب دي با ولا في زيرالدا ولا في سيدي فرج ولا في بعض الفيلات الراقية في حيدرة أو بن عكنون والعالم الآخر ليهمهم المهم أن ترضى عليهم القوة الكبرى الخارجية ونحن نتحدث عن القوة الخارجية مرة تسألوني الناس كثيرا بعض الأخوان يقول لك وش كونه الرئيس راه لا أحد حتى هذه الجماعة المجرمة اللي راي تقول لعهدى الخامسة راي ميش عارفش كونه راح يكون رئيس لأنه موش متأكدين من سيطرتهم على الأوضاع وفي النقطة الثانية رح نتكلم على قضية كيفاش سيطرة على الأوضاع وكيفاش الآن بدأت تخرج من أيديهم مش متأكدين كونهم أنهم يوصلوا أنهم يسجنوا خمس جنيرالات من أكبر جنيرالات طبعا داروا لهم تهمة الفساد لكن هذه تهمة نحن نعرف ليست هي التهمة الحقيقية لأنه لو كان جي في تهمة الفساد رايح تسجن خمسة وتسعين بالمئة ممن يشغلون مناصب عليا في الدولة الجزائرية اليوم سواء كانوا مدنيين أو عسكريين نحن نعرف ذلك إذن ليست كذلك بعض المرات الإخوان يقولوا لي إذن ما هو الرئيس لا أحد يعرف من البشر لا أحد يعرف من هؤلاء حتى هؤلاء القوم هذه العصابة اللي رأيهم السيطرة موش عارفين لو كان جاء عندهم حد أدنى من القدرة على تسيير الأمور هل كانوا يقبلوا باش يخلوا بوتفليقة بهذه الطريقة كانوا يقولوا خلاص انتهى الموضوع خلونا ما نكونوش مسخرة ولا يجي الشعب هذا يثور علينا ولا العالم البر راهو يتمسخر بينا راكم شفتوا أحيانا القنوات الفرنسية وقنوات عربية وقنوات خارجية تتمسخر بالطريقة اللي وصلنا لها حتى جماعة بوركينافاسو لما ظهروا قبل سنوات قالوا للرئيس تاحهم قالوا لحنا ما تحسبناش جزائريين تغير الدستور كما تشاء والوا بعد زوج عهداتي لتغير الدستور نطوروا عليك وكتبوها وكانت آنذاك كم كانت مؤلمة لسنا الشعب الجزائري كتبوا الفرنساوية في طاعة الحال إذن هذه العصابة اللي هي بالفعل عصابة الكوكاين أو سميها عصابة الكوليرا أو سميها أي عصابة وهذا الآن حتى هذه كلمة العصابة اخذها من عندنا سي بوحجة وصف الناس اللي غلقوا المقر قال لهم عصابة غلقت المقر يبسح هذه العصابة اللي غلقت المقر انتظن باللي هما لدي بيتي انتك عارف ما هو مش هذو اللي يسموهم البرلمانيين يعني فنحن أمام وضع عصابة لكن في هذه الحالة شوفوا يا أخوان هما الآن رغم يطبعوه في الدراهم باش يشيروا شوية سلم اجتماعي لكن كي يرفع كي يطبع الدراهم ترتفع الأسعار لأن العملة عندما تطبع وميقبلهاش مدخول بالدوفيز أو مدخول بالذهب راح يحتفي التضخو لانفلاسيو واكم تشوفوا واكم تعيشوا وارتفاع الأسعار حتى الأشياء اللي تنتج في البلاد ترتفع أسعارها البنانا أحد الأمثلة اللي هو ممكن مستورد لكن نشوفوا الأسعار نتعوون وصلت يعني نوصل أحيانا سعر البنان ثلاث مرات سعر أوروبا أربعة مرات سعر أوروبا وتستغرب لماذا يعني لكن هذا هي لأنه فيه مافيوات مافيو هنا مافيو هناك مافيو إلى آخره المهم بالنسبة لرئاسة بالنسبة لرئاسة الوضع راهو دقيق وراه هناك تسارع شرس على السلطة الآن جايد صالح والجهات المتابعة له راهي تطرح في أن هذه الجهات اللي تم اعتقالهم اعتقلوا بسبب أنهم سيقومون بانقلاب على بوتفليقة في الحقيقة ليس بانقلاب على بوتفليقة في الحقيقة اللي كانوا يفكروا فيه وأنا عشرت لها مرتين يمكن وفي القنوات حتى طبعاً القايد صالح كان يريد ضرب أكبر عدد ممكن من هؤلاء الجنيات ويجيب أصحابه هذا الهدف الرئيسي لكن اللي كان يفكروا فيه هو الإطاحة بالقايد صالح وبمجرد ما يوطحوا بالقايد صالح يتحكمهم في الأوضاع وبطبيعة الحال كان القايد صالح ممكن يخرج للخارج يأتي يعتقلوه بعد ما يعطوه طريحة مدة ثلاثة أيام إلى أربع أيام ويخوفوه يخرج ويصوروه باللي رأي يدير للباساسيون إلى آخره إلى آخره ويخلاص يديرها الباساسيون شنتوف أو العبد الرزاق أو أي واحد من كبار جنرالات إذن فدعاية هذا اللي يتلقىها القايد صالح وكانه يريد لأن القايد صالح الآن رأي وضعه بدأ ياسوه حتى قبل ثلاث أسابيع أربع أسابيع قبل اعتقال الجنرالات كان مازال في وضع أقوى لكن حينما اضطر أن يلقي القبض على هؤلاء الجنرالات طبعا أطحوا بيهم في أوت كيفاش أنت تطح بيهم في أوت وما تعرفش باللي كانوا راح يديروا انقلاب إلا في أكتوبر مش معقول الانقلاب الحقيقة اللي كانوا راح يديروه هو الإطاحة بالقايد صالح وهو بدأها مرحلتين يطح بيهم في البداية بتهم الفساد ثم يدخلوا من السجن وبالرغم أنه لم يقولوا رسميا أنه كانوا سيطحون بالقايد صالح قالك بالفساد لو كانت تطبق نظرية الفساد فأنه سيتم الإطاحة بأغلب الغالبية من الجنرالات وعلى رأسهم أنت يا قايد صالح إذن فهذه أو لو كانت تطبق ما كان يقول بالتشبيب ونجيبه بناس شباب إلى آخره هذا مش صحيح لأنه أيضا لو كانت تطبق هذه النظرية فأول من يطح به سيكون بكل تأكيد القايد الصالح إذا أخذينا ما يقولون رسميا راه عمره في جونبي هذا الجاي يكون عمره 79 سنة لكن نحن نعرف أنه أكبر من ذلك المهم في هذا الآن اللي حبيت نوصله الفكرة اليوم يعني الأساسية هو أن هناك تصادم ما زال باقي في هرم السلطة وأن خروجهم والحديث عن العهدى الخامسة هذه الأيام عن طريق سفيه ولد عباس ثم التحق به القذر ويحيى إلى آخره كل هذه هذا محاولة لإقناع العالم الخارجي لأن لأن فرنسا وأمريكا اللي هما اللعب الرئيسي في الموضوع منزعجين من قضية العهدى الخامسة منزعجين بشدة لماذا؟ هل لأنهم يريدون نظام حر حتى ديمقراطي بمفهمهم في الجزائر؟ أبداً ما فيش دولة غربية كبيرة من الدول الكبرى خاصة دول استعمارية تريد أي نظام ينبع من الإرادة الشعبية لا في الجزائر ولا في مصر ولا في سعودية ولا في ليبيا ولا في المغرب ولا في قطر ولا في الكويت ولا في الإمار ولا في أي بلد لأنهم يعرفون أي نظام يختار الشعب وينبعهم الإرادة الشعبية سيدافع عن مصالح الشعب ومصالح الوطن هذه هي الأشياء المنطقية والعقلية ولذلك هم يسعون دائماً بكل طرق أنهم يثبتوا أنظمة إقطاعية إجرامية فاسدة مفسدة عندما يكون نظام هذا فاسد ومفسد ومشهر من الخيار الشعبي هو اللي يختاروا فإنه حتماً سيلجأ إلى الخارج إذن العودة الخامسة اللي يكرروا فيها الآن ورح بعد شوية نقول لكم تنازلات اللي رح نقدموها تريد أن تقنع الأمريكيين والفرنسيين باللي الجماعة الحاكمة راه يتفقت على أبو تفليق لكن الجماعة الحاكمة في الحقيقة لهم تتفق على أبو تفليق وبالنسبة للقايد صالح بالنسبة للقايد صالح راه يعرف أنه فيه خلافات بينه وبين السعيد وقوية والسعيد خلافاته مع طرطاق تصاعدت وتكشفت وفضحت بشكل كبير هذا الصدام كله سينبع عنه من بين ما ينبع عنه في الأيام القادمة على الأرجح لإطاحة بطرطاق على الأرجح هذا واللي سيتم ربما نرى متأخرين شوية لأنهم نتيجة لبعض الحسابات لكن الوضع داخل جماعة الحاكمة داخل الأقطاب الرئيسية وهم قايد صالح ومن معه بن علي بن علي ومن معه طرطاق ومن معه سعيد ومن معه هذا العناصر الأربعة الكبرى في خلافات وخلافات شديدة القايد صالح عنده خلافات معهم في ثلاثة طرطاق عنده خلاف شديد مع السعيد وعلى الأرجح مع بن علي إذن نحن نعيش حالة حالة غير مسبوقة في تاريخ الشعوب وين يكون النظام ليس فقط رئيسه محنط ولكن أيضا كبار شخصيات فيه متصادمة ومتصارعة على الحكمة نقول في العصر الحديد طبعا فيما مضى ربما كان هذا لكن هذا الصدم هو اللي شفنا فيه مثلا صاحب قناة العار يهاجم طرطاق علنا ويسجله ويمره في القناة انتاو ونحن نعرف باللي ولد صاحب القناة هذا صاحب قناة العار هذا وكما يتلقوا عليه الجزائريين الآن ولد القومي كان آخر ضابط داخل المخابرات يدير وكان عامل عندهم بل كان عامل حتى عند الأمريكيين وفق ما تكشفت في الويكيليكس وكنا نشرناها قبل عشر سنوات ربما أنا ذاك أو تسع سنوات أنا ذاك كانوا الجزائريين ما عندهم مش كثير الانترنت وربما كثير اللي ما شافوش وش كنت قلتا على ويكيليكس في 2010 و 2011 بعد ما تكشفت في المواضيع الجزائري موجودة على الموقع انتاعي بعض الأمور منها يعني مش كلها قبل أن أرد على الناس اللي يقولوا لي إذا فلان ترشح ولا فواحد حبي ترشح ولا راح نكمل هاد النقطة وبعد لكن دعوني بين قوسين نقول لكم حاجة شو؟ أي واحد يترشح لو كنت سمعوا بي أنا غدا ترشحت في هذه الانتخابات فعرفوني يعني بعت الماتش عرفوني إذا ما بعتش الماتش راني رايح نخدم هذا النظام ربما يكون الإنسان صادق عنده نية صادقة يقول لك عليش خليهم هوا مبارك يدخلوه كذا خلينا نحرموا عليهم ومدير الانتخابات في الحقيقة من يقول هذا راه باختصار بسيط باختصار بسيط راه يدير العرس والهول للعسابة الحاكمة اللي هي حابة تبين للعالم الخارجي أنه فيه انتخابات وفيه مرشحين وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا أي واحد يترشح بما فيهم أنا اعتبروه أنه في أفضل الأحوال أحمق ساذج وربما في أكثر الأحوال مرتزق يريد أن ينهب هو كمثل الناس اللي راي تنهب من الريع بغض النظر على الأسماء لأن هذه الأسماء لا قدر الله اللي راي تحب تعمل هذا الهول راي فقط تطيل في عمر هذه العسابة نرجع نرجع الويش كنا نقوله فيما يخص العهدة هذه العهدة الخامسة هذه العهدة الخامسة يا إخواني وما نعمشين فيها أنا عارف أنها لن تتم وربما شرحت لكم بعض الأشياء وما زال إن شاء الله في الأيام القادمة شرحت لكم أكثر لن تتم لأنه نتيجة الصدام اللي موجود في القمة ونتيجة لوجود أجنحة أخرى يعني الآن مثلا عاد الجنرال توفيق لإجراء بعض الاتصالات حسب المعلومات لي عندي عاد لإجراء بعض الاتصالات السرية الجماعة أنت اللي تم الإطاحة بهم الجنرالات هذه المرة بدأوا أيضا يلتقوا بأصدقاء توفيق حتى بعض الجنرالات اللي انسحبوا تماما مثل كبيرهم المجرم نزار بدأ يدير بعض الاتصالات وبعض العلاقات وقالوا لن نترك قايد صالحي من ذفير الاتجاه ومعه ومعه السعيد يعني فيه خلبطة داخل طبعا هؤلاء جميعهم الآن يعرفوا أن الحسم هو شهر نوفمبر ديسمبر إلى فات شهر ديسمبر ومذات الأمور طلعا جاوزتهم الأحداث لكن اللاعب الرئيس يراه أمريكا وفرنسا في هذا الوضع الخارجي وفرنسا وأمريكا ما قالت لهمش لا للعهدة الخامسة لكن قالوا لهم ما ناش متحمسين للعهدة الخامسة ما راناش متشجعين لأن منخ شاه هو أن ينهار النظام ونحن لا نريد لنظامكم أن ينهار بطبيعة الحال لأن فرنسا وأمريكا وأنا قلتها أكثر من مرة يريدون نظام ضعيف كلما كان النظام ضعيف يضمن لهم الأمن والاستقرار بين قوسين وهم يستطيعون أن ينهبوا بلا حدود لكن إذا كان نظام ضعيف جدا وقامت عليه ثورة شعبية أو احتجاجات شعبية وأطاحت به فإن هذا يشكل خطر على الغرب إذا كانت سوريا وأحدث سوريا كادت أن تحدث مصائب كبرى في أوروبا قبل سنتين فإن تخيلوا تنهار الأوضاع لقدر الله في الجزائر ويقولوا الملايين راحين على أوروبا تصرى حرب أهلية في أوروبا أو يضطر الفرنسيس والإسبان والإيطاليين أن يقتلوا الجزائرين في البحر الحد الآن اللي راح يقوم في هذا الدور هو هذه الأنظمة تسمع في المغرب قبل أسبوع ولا قتلوا شابة مولا 23 سنة وصرات عليها احتجاجات كبيرة في الجزائر كانوا قتلوا قبل 14 أو 5 شهر تراوة على أطلق الرصاص على باخرة صغيرة قتلوا واحدة طفلة صغيرة ومن منطقة وهران وكانت مؤلمة خاصة أن أمها كيف كانت الشعور إلى آخر في تونس حدث نفس الشيء إذن هذه الأنظمة التي هي أنظمة وكيلة تضمن أنها تسيطر على الشعوب هذه المنطقة وتخلي النهب الأموال وتحويل الأموال يروح إلى العالم أجمع ستقوم بالدور وحتى رهم طالبين من الجزائر أن يوضعوا معتقلات للأفارقة داخل التراب الجزائري والليبي والمغربي بحيث الأفارقة الصمر أفارقة أخوانا الأفارقة ما يمروش إلى أوروبا لأن أوروبا لا تريد لهؤلاء المعذبين في الأرض أن يجوا أوروبا ما تريد هو أن تنهب أموال إفريقيا تنهب أموال البلدان هذه وتوضع في بنوكها ولكن لا تريد للمستضعفين للهاربين للمعذبين للمشردين أن يلتحقوا بأموالهم لا أبقوا وراكم ولنضروا لكم معتقلات في دول شمال إفريقيا ما هو ثمن العهدى الخامسة؟ العهدى الخامسة ثمنها غالي وغالي كبير ثمنها نعطيكم عنوين فقط الآن ثمنها مزيد من فتح الأجواء والأراضي الجزائرية للولايات المتحدة ولفرنسا ثمنها مزيد من التعاون عن ما يسمونه مكافحة الإرهاب اللي هو الجزء الأكبر منه مفبرك رانا سمعنا قبل قليل كنت سمعت على واحد رائد قاس سابق في المخابرات وشفت له عنده تدخل مفيد تدخل تاوي لكن إن شاء الله تكون عنده تدخلات أكثر حتى يتحدث بأشياء أهم ثمنها الغاز الصخري الغاز الصخري الآن راهم ماشيين فيه ورحين يمشوا فيه بشكل رهيب ما يهمهمش يدمروا البيئة يدمروا حياة الناس اللي هناك يدمروا ثروات الجزائر المائية يدمروا ما يهمهمش شركات فرنسية وأمريكية بدأوا ينقبوا على الغاز الصخري ثمنها أن تظل الجزائر كسيحة شفتوا أردوغان فتح أكبر مطار في العالم أردوغان هذا جاء بعد بوتفليقة ولما جاء كانت تركيا مكبلة بالديون مكبلة أكبر مطار في العالم شوفوا بوتفليقة إلى أنشاء في مستشفى فقط ليقدر يعالش فيه هو الجماعة انتعوا ما نحكوش على أشياء أخرى إذن يريدون أن تبقى الجزائر مكبلة ومن بين الإضافات أن تقدم الجزائر تنازلات لجماعة ولحكمة الأبيب ستسمعون فيما هو قادم أشياء كثيرة عن قضية زيارة القدس مثلا لماذا لا نزور القدس ما عندنا مشكلة إحنا مع إسرائيل ما عندنا مشكلتنا راكم تسمعوهم مرات مرات حتى يجي يقول لك أنا مشكلتي مع هذا ويسمي واحد يقول لك هذا عربي وهذا قبائلي وهذا من يشعر في الآخره وإحنا وراه مشكلتنا مع إسرائيل سيكون هناك تنازلات هائلة في هذا المجال في في 1999 لما مات الحسن الثاني راح غدفليقة في جوليا 99 ذهب إلى المغرب ذهب إلى المغرب في الجنازة من بين الأشياء اللي رقم بلك شفتوها كثير منكم شافوها هو أنه يروح في اتجاه باراك كان أنا ذاك هذا باراك وهو أحد كبار المجرمين صهاينا كان يومها رئيس وزراء ما يسمى بإسرائيل راح له ومدلوا يده وقال له نحن هنا كيف نساعدكم قال له بالإنجليزية إنجليزية مكسرة يعني جملة واحدة مقدرش يقولها بالإنجليزية يومها سألت أحد الأصدقاء وكان مقرر بالوفد قلت له ما الذي يجعل بودفليقة أن يذهب في اتجاه القاتل باراك وخاصة إن يعرف موقف شعب الجزائري موقف شعب الجزائري من إسرائيل ليس فقط لأنها قضية أنها تحتل شعب وهذا الشعب أخونا وشقيقنا ونتقاسم مع أشياء كثيرة نتقاسم مع الدين وأنها تحتل القدس ليس هذا فقط لا هناك موقف أخرى هو أن الأغلبية الغالبة من هؤلاء وقفوا ضد الثورة الجزائرية وضد حرية الشعب الجزائري صحيح كان منهم بعض الأحرار اللي وقفوا مع الثورة الجزائرية كان حتى منهم بعض اللي كانوا صناع القنابل للثورة الجزائرية لكن لكل أسف الأغلبية الغالبة معهم وقفوا مع الاستعمار الفرنسي وأشياء أخرى أي عاقل حينما يرى أن إسرائيل طريقة التي تعذب بها الشعب الفلسطيني فسيتألم أي إنسان في الناس إرلندا في النرويج في كندا في إستراليا الناس تتألم وتحتج وتتظاهر إلى آخره المهم سترون تنازلات في اتجاه الأبيب لأن الحكام هذا ما يسمى بالحكام العرب كلهم خاصة مع وجود ترامب كلهم يعتقدون أن البقاء في السلطة أو المحافظة على السلطة هو أن تمر عبرة الأبيب فما تفجأوش في الأيام القادمة والأسابيع القادمة لو بديتوا تسمعوا حديث عن التطبيع وعن زيارة القدس وعن كذا وعن كذا ما تفجأوش خلاصة الموضوع في الصورة وأنا كنت بديتها بعهدة خامسة لشخص محنط تماما خلاصة الموضوع فيه يا أخوان جماعة هذه رأيدي البلاد للهاوية بأتمة أطعاني الكلمة راهم ويهمهم مش شعرين مش قدرين يشعروا بما يحدث للشعب الجزائري مش قدرين يشعروا بما بما يراه وبما يعانيه الجزائريون مش قدرين مره أخوان أقول لبعض الناس اللي راهم يشوفوا ربما أني نشرب بيدي اليسرى هذي را يدي اليمنى وهذا الجهاز لما الآيفون تقابلوا بالكاميرا المقابلة را يقلب لك الصورة يعطيك اليمنى يسرى واليسرى يمنى لماذا أكرر ويقول هذا لأني أعرف أن البعض ربما بحسن نية لكن كان البعض من الذباب الإلكتروني يجي باش يتلف للناس بدل ما يركزوا على الفكرة وما أقول يجي وقلهم أي شيء راك تشرب اليسرى راك تعمل كده راك تدير كده أنا أعرف بعض الناس مش قاسدين مش فاهمين فقط إذن فا مرة أخرى نكرر للناس مش فاهمين هذه يميني هذه ليست ياساري وحينما أحمل هذا الكأس فأنا أحمل يميني وهذه هي ياساري وهذا هو التليفون اللي قدمهاك هانا نظلوا نقولوا هذه باش باش نحبسوا الذباب الإلكتروني ما يتلفهاش للناس ويدلهم ما يسمى في علم علم التشويه وعلم العبث لا ديفاسيا أي توجيه الأنظار إلى الشيء الآخر لأنه بدل ما يخليك تركز على قضية العهد الخامسة وتنازلات اللي را يقدمها هذه العصابة إلى العالم أجمع للقوة الكبرى وتفهم هذا يحولك إلى اليد اليسرى واليد اليمنى ولذلك أنا أقتنم الفرصة إخواني دائما حينما تكونون تناقشون قضايا أساسية أو تشوفوا فكرة عندي ولا عند غيري أو بوست ليجي باش يخرجك في نقطة أخرى أنت تتكلم مثلا على على النهب الحاصل في البلاد هو يجي يقول لك نحن قبائل نحن قبلوش العرب والله الآخر نحن عرب نحن قبلوش الزواف القبائل يلقع الزواف والله من هذا الأنواع ما تسمعوا الهومش هذا ره دوباب إلكتروني أحيانا محلي وأحيانا خارجي دوباب إلكتروني يريد أن ما يخليك تركز على الأفكار الأساسية وإنما يحولك في اتجاهات وفي الصراعات مع أنت عارف أنت ليس لك فيها شكل الأسبوع القادمة سنرى كثير من التنازلات وسنسمع عن بعضها وعن بعضها لا نسمعه لكن تأكدوا أنهم لماذا مثلا أمريكا وفرنسا ما تقولش للعصابة الحاكمة اليوم ما فيش عودة خامسة اليوم باختصار بسيط يريدونهم أن يقدموا مزيد من التنازلات مزيد من التنازلات كلما قدموا مزيد من التنازلات كلما الآخرين رضوا أو لكن في النهاية سيقولون لهم لا للعهدة الخامسة ليست في مصلحة فرنسا ولا الولايات المتحدة عهدة خامسة لأن العهدة الخامسة ستؤدي إلى انهيار النظام حتما وهم لا يريدون انهيار هذا النظام لأنهم يأخذون منه كل ما يريدون وحتى أحيانا ما لا يريدون ها هو لماذا لن تتم العهدة الخامسة بكل أسف ليس بي ثم اللي يرام خايفينه وهنا أدخل في الموضوع الثاني هو قضية الاحتجاجات يخشون الاحتجاجات تكبر دماركم لاحظتم إخواني في الثلاث أسابيع الماضية أو أكثر حتى شنت قناة العار قناة الاستحمار قناة الفجور وتدمير الأخلاق قناة الكذب قناة الخداع شنت شنت وجوم عنيف على أخونا أمير ديزيت وسمات شبكة وكذا والقبض على حسب اعترافهم 186 واحد والآن العشرات رأهم في السجون بما فيهم صحفيين بما فيهم ناشطين بما فيهم مدونين بما فيهم لعب رياضي بما فيهم كوميديين بما فيهم أسماء كثيرة جدا وكان يظن صاحب قناة العار كان يظن أن العالم ما زال هو تسعينات حينما كانوا يأتون بالأبرية ويقدمون في التلفزيون ويقول لك إرهابي ويجيبوهم يعترفوا باللي إرهابي وقتلت وعملت ودرت كان يظن ذلك ودائما أتذكر في هذا أتذكر ما حدث لجماعة اللي تهموهم بقنابل المطار وكانوا أبرياء عبد الرحيم وإخوانه كانوا من أفضل أبناء الجزائر وأعدموهم إلا واحد فقط رغم ساد الدين وعنده أكثر من 25 سنة أخونا ابن عمار العسكري إذا قلت الآن الآن رغم يشعروا بعد ما أقدم صاحب قناة العار على ذلك الهجوم كان يظن من أنه سيقنع الجزائريين وواواوا إلى آخرها ما لم يصوروا الكاميرات ورحوا للناس ومع أن هذا ممنوع في القانون والدرك وهم يصوروا ويجيبوا وهجومات متتالية مستمرة على أمير ديزاد وعلى هذه الشبكة وعلى الابتزاز وواواواواواوا ماذا كان رد الشعب الجزائري؟ ليس فقط أن تضاعفت بشكل مرتين أحيانا ثلاث مرات الناس اللي يتابعوا أمير ديزاد سواء اللايف سواء ما يكتب سواء وزاد أكثر من أربعمائة ألف شخص اللي صفحته في أقل من شهر ليس فقط هذا أو ما يقارب من أربعمائة ألف حتى يكون دقيق ليس فقط هذا ولكن الآن الشعار شعار أسم أمير ديزاد رفع في الملاعب ورفع هذا اليومين الأخرين في عنابة في باتنا حتى في إليزي في تيزيوزو في بجايا في وهران في العاصمة في حدة مدن الله أكبر أمير ديزاد لماذا هذا الشعار الله أكبر أمير ديزاد شعار عفوي من شباب الغالب عمره ما بين 14 سناء وربما 30 سناء أغلبهم في 18-19-20 لماذا رفعوا هذا الشعار؟ أولا رفعوا الشعار لكي يبينوا حقيقة هذه البلاد وهي أن هذه بلاد مسلمة شعار الله أكبر هو أعظم شعار أن هذه البلاد مهما أراد لها السفهاء التافهين ستظل مسلمة مهما كان خبث الخبثاء مكر الماقرين ستظل مسلمة ولذلك الشباب اللي يرفع الشعار بدأها بالله أكبر الله أكبر على منطقة وتجبر الله أكبر من بوتفليقة وأكبر من قيد صالح وأكبر من الجنرالات ومن الوزراء ومن السفراء ومن القضاة ومن الشرطة ومن الدرك ومن الله أكبر منهم جميعا ومنا جميعا الله أكبر كان هذه الكلمة في حد ذاتها زلزال زلزال في مواجهة الطغيان ثم أضافوا كلمة أمير ديزاد لماذا أضافوا أمير ديزاد كرد على قناة العار لتمثل العصابة الحاكمة الشباب لرفع الكلمة أمير ديزاد لأن قناة العار ركز على أمير ديزاد باعتباره كانوا يظنون أن أمير ديزاد هو الحلقة الأضعف حرق ومسكين وبالك في شباب وهكذا عنده صورة هنا وصورة له فيحرقوها أمام الجزائريين فالشباب شاف بأن أمير ديزاد أصبح رمز في مواجهة الفاسدين بغض النظر انت على رأيك في أمير ديزاد تختلف معها تتفق معها شيء آخر لكن الشباب الصغير شاف أن الفساد أن هذا الشاب الحراك الذي يعبر عن ملايين عن ملايين الشباب المسحوقين في الداخل أو في الخارج الذين يحرقوا ولا الذين يراهم قلبينها يأس وقلبينها أشياء أخرى شافوا أنه يعبر وأن قناة العار في الحقيقة هم وكانوا رد فعل على قناة العار أن هذه القناة لا تمثلنا هذه القناة ليست لنا نحن مع المظلومين نحن مع كذا وشافوا خاصة لما شافوا لا أبدا كورت القدم فضيل دوق المشهور لما شافوا كوميديين معروفين لما شافوا حسوا بالشعور العميق بالحجرة ولذلك رفع هذا الشعار وسيستمر هذا الشعار سيستمر وستستمر وستأتي شعارات قادمة من بينها أغلقوا قناة العار أغلقوا الله أكبر أغلقوا قناة العار سيرفع هذا الشعار بإذن الله وسترفع كل الشعارات اللي تندد بفساد الفاسدين وإجرام المجرمين ومكر الماكرين اللي رهم يبيعوا في البلاد اليوم ويظل السؤال المطروح أن جميعا ما هو الحل الحل يا إخواني هو أنا قلتها أكثر من مرة ومكررها لكم نحن ليس هناك نظام حكم نعارضه ليست هناك حكومة نعارضها تصيب هنا فنعارضها فيما أخطعت وربما نشكرها فيما فعلت نحن أمام عصابات يجب أن نقاومها مقاومة سلمية مقاومة لا عنفية الحل هو في المقاومة لا عنفية السلمية سواء كانت في أبسطها وهي الأصيال المدني أو كانت في الخطوة اللي بعدها وهي الاحتجاجات السلمية شوفوا إخواني نحن أمام معظلة تاريخية ونعرفها جيداً نحن اليوم إذا وهذه مطروحة عند أمام الناس ونتفهمها الناس يشوفوا وشقع في السوريا وشقع في ليبيا وشقع في اليمن إلى آخره فيقول لك الوضع هذا ولا ذلك الوضع المشكلة الكبرى هو أن كل ما بقيت هذه العصابات سنصل إلى تلك الأوضاع في 92 لم تكن هناك لا احتجاجات ولا كانت هناك انتخابات وما أهمهمش أن يخرجوا الدبابة يقوموا بانقلاب وتفتح البلاد على مصرع أهل الجريمة نحن أمام معظلة تاريخية ديلام كما يقول الفرنسي دايلاما كما يقول بالانجليزية وهي أننا إذا سكتنا ضع وطننا وإذا تحركنا قد يضيع الوطن المؤكد أننا إذا سكتنا وكلما تأخرنا كلما ضع الوطن أكثر كلما نهبت الأموال أكثر كلما حولت الأموال أكثر كلما وقع الفساد أكثر كلما وقع الصراعات بناتهم أكثر كلما كل تأخير ندفع ثمن غالي رمحبين يرجع البلاد إلى أن ننهبك ولا نذبحك أنا إذا نحن ولا داعش نحن ولا الإرهاب ويحيى القذر أو داعش الناهب سعيد بودفليقة أو داعش القاتل قيد صالح والناهب قيد صالح أو داعش دولة كوكاين بيعتمة عنه الكلمة إذا نحن أمام عصابات يجب أن نقاومها وستبقى المقاومة السلمية هي الأصل مقاومة السلمية أن حينما تتظاهر أرفع شعار الله أكبر يسقط الفاسدين تظاهر أمام البلديات تظاهر أمام الدوائر رئيس دايرا فاسد تظاهر أمامه سلمياً ما تكسر ما تضرب ما تحرق ما ولا شيء سلمياً تظاهر أمام رئيس البلدية محكمة ظالمة تظاهر أمام المحكمة أمام القضاة الظالمين والي ظالم تظاهر أمام بيته أغلق عليه الطريق أغلق الطريق على الولاية سلمياً ظلوا سلميين كونوا دائماً سلميين ليس هناك خيار آخر ليس هناك خيار آخر هناك ثمن سيدفع حتماً بكل ألم وأسف ولكن من الأحسن أن تعيش كريم الآن الناس رهي تجوع ووصل الأمور حتى إلى الجوع الناس اللي تغادر في فلوكة هكذا وعارف اللي ممكن يموت في البحر راه خلاص بلغ به اليأس يأس كبير أخطر شيء أن تقوم احتجاجات تع اليأسين تع الجوع قبل أن نصل إلى ذلك الحد يجب أن نضع حد لهذه العصابة لأن في احتمالات حينما يكون الاحتجاج الشعبي وهذا اللي كان وقع في البرتغال مثلاً كان هناك احتجاج شعبي والتأمت به القوات المسلحة وإلى حد ما وقع في إسبانيا كلام في الـ 74 في البرتغال و 75 في إسبانيا وحدث ببلدان أخرى ركم شفتوه حتى في أوكرانيا كيفاش الشرطة مكافحة كما يسمون مكافحة الشغب رماوا أدواتهم والتحقوا بالمتظاهرين أنا على يقين بأن هناك داخل الجيش داخل الشرطة داخل الدرك داخل المخابرات دائماً كان هناك شرفاء من هذه البلاد وسيلتحقون بالشعب ولن يطلقوا عليه الرصاص هذه المرة لأن باختصار بسيط سكوتنا على الظالم سكوتنا على الطاغية سكوتنا على الناهب هام ورمدين عهداء خامسة صبرت عليهم الناس في كل شيء صبروا عليهم في كل شيء ومع ذلك مع ذلك لا نستعرف بك نذهب عهداء خامسة بشخص مربوط في شريطة مربوط في مقعد متحرك شخص عنده سرطان وعنده الكلا وعنده الصدمة الدماغية ولا يتكلم ولا يسمع ولا يحرك يده اليسرى إلا قليلاً ويمشيك في عهداء خامسة يمشيك في عهداء خامسة لأنها عهداء للنهب لمزيد من النهب لمزيد من أكل الأموال بالباطل ماذا يهمهم في نهاية المطاف؟ وقعد أنت بلا خدمة خمسة سنين أو ست سنين وقعد أنت بلا زواج عشرة سنين وقعد أنت بلا سكنة عشرين سنة وقعد أنت كذا وقعد أنت كذا ماذا يهمهم؟ واحد مننا سوفهاء اللي التحق بهم مرة سقساوة قالوا له ركح تمشي بسيارة كات كات عمرها مليار مليار سنتيم يقال له ما هو مليار؟ طبعا بالنسبة له ما هو مليار؟ مليار هذا له صرف هذا الجنرال اللي يلقاه عنده 800 مليار كاش في الدار 800 مليار كاش فقط لا شيء لأنه على باله عنده اليورو وعنده الدولار وعنده الباوند وعنده في كثير من البلدان حسابات بنكية وعنده الديار وعنده الأراضي وعنده الفيلات والشركات فهي تسبح 800 مليار سنتيم لا شيء مع ذلك هناك اليوم في الجزائر من لا يستطيع وعرفها بعض المناظلين والله أحيان بعض المناظلين اللي رغم يجتهدوا الشباب صغير أحيان ما يلقاوش 40 ألف إلى 50 ألف باش يسافر من مدينة إلى مدينة أحيان ما يلقاوش باش يشيروا كاسكروتات ولا يشيروا كاسكروت ويتقاسموه أحيان ما يلقاوش باش الأشياء البسيطة بينما هناك من عنده 800 مليار كاش فقط في الدار فقط أنا لا أحكي على كبار المجرمين مثل حداد وطحكوت وكل القائمة لا أحكي وغيرا على النصو الصغر إخواني مهما قلنا ومهما تحدثنا على هذا المجموعة فلن نوفي حق الحديث كنت حقيقة أأمل أن يكون حديثي على ثورة الجزائرية أو أن نتحدثكم على جوانب ربما ما عرفتهاش ومعرفنهاش إلا أنا شخصيا ما عرفتهاش إلا لما كبرت وطلعت وقرأت وقرأت من التاريخ وأنا إنسان محب للتاريخ وهاوي اللي قرأت التاريخ خاصة تاريخ المنطقة أو تاريخ بلادي كنت أحبا نوضح كيف هذه الثورة انتسرت كيف أن الشباب صغير كانوا يقولوا عليهم مجانين كيف استطاعوا أنه بالفعل بالفعل يهدموا الإمبراطورية الفرنسية أطاحوا بالحكومة الرابعة كاد بديكولان أحدث عليه انقلاب كادت أن تحدث حرب أهلية في فرنسا كنت أتمنى أن تحدث على كل هذه الأشياء لكن للأسف الجماعة هذه السفهاء التي ستحكمنا كل مرة دعونا نركز على ما يفعلون على كل ستكون إن شاء الله حديث أخرى في فرص أخرى ككل جمعة وربما إذا سبحت الظروف حتى قبل الجمعة أو كانت هناك توارئ حياكم الله إخواني أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى